في موضوع اخر خلف حريق شبه مساء اليوم داخل عمارة بحيم قدم بن يوسف ببلدية المدية خلف 14 مصابا منهم ثلاثة اشخاص في حالة اختناق و11 في حالة صدمة تتروح عمرهم بين 85 سنة تم نقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية الى مستشفى محمد بوظياف بالمدية كما خلف الحريق خصائر المادية تمثلت في عددان كهربائيان وخردوات بمصعد العمارة وحسب مصادر النهار الحريق سببه شرارة كهربائية المزيد مع عادة الغريبية قسم الدار جاءت نسمع تمرات اهدر قلت لهم باللي يودي النار رأي في البلوك نين طليت على البلوك لقيت البلوك شعل تعال صونالغاز كانوا هنا حابسين وراحوا اهدرت مع السيد يسكن هنا يخدم في الصونالغاز وضربوا منيشعه في لا ساعتين ولا باجه حتى خلاص البلوك باجه دخان تغموا الناس الداخل الناس قاعد تغموا الداخل كل واحد قاعد تغموا الداخل وتنسي تكي شعلت شعلت بطرطيك تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت